السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. اه في ناس طلبت مني في فيديوهات سابقة ان انا اعمل طريقة اخفاء تطبيقات الموبايل. اه يعني ان انا حاول اسيطر على التطبيقات بتاعتي محدش يفتحها ومحدش يتطفل عليها لان احنا يعني في الغالب بيحصل احيانا ان حد يمسك الموبايل بتاعنا او اه يعمل منه المكالمة ايا كان يعني السبب لكن بيحصل اه تطفل منه طبعا انه ممكن يدخل على محادثاتنا على الواتس بتاعنا على اي حاجة خاصة بينا الا الا الاستوديو الموبايل بالكامل يعني بيبقى طبعا عرضة لان هو يحصل عليه علامة يعني موضوع تطفل كده. فاحنا النهاردة انا هاعلمكم بطريقة يعني ممتازة جدا انا جربتها بصراحة لان انا اقدر اخفي اه ان انا اقدر اقفل التطبيقات بتاعت البصمة اليد بتاعت الموبايل اللي احنا بنستخدامها ودي كاديل كل الموبايلات الاندرويد بيتطبق عليها الطريقة دي يعني كل الموبايلات الاندرويد ان شاء الله اللي هي ببصمة هيشتغل عليها الطريقة اللي انا بقول عليها دي. طريقة باختصاري ان شاء الله كده بدون ما يضيع وقتكو. هو هندخل طبعا على المتجر او جوجل بتاعنا. تمام? ونعمل بحس عن تطبيق اسمه كيب لوك. هنكتب كده هنحول اللغة كيب لوك. تطبيق ممتاز جدا وهنشوف دلوقتي المزايا الخرافية اللي فيه. وازاي ان هو بيحافظ فعلا على خصوصية الحاجة بتاعتنا. تطبيقاتنا اه الاستوديو الصور الفيديوهات اي حاجة على الموبايل بتاعك مش هتفتح. طالما انت خصصتها لانها ما تفتحش غير ببصمة ايدك. اه يعني هي البصمة فقط لغير. يعني ممكن تعمل رقم حماية لك انت لكن. وهشرح لكو دلوقتي البرنامج بيشتغل ازاي? لكن هو اهم حاجة في البرنامج ان هو يعني التطبيق اللي جواه التطبيقات لو عشان تفتح لازم بصمة ايدك. هنبدأ نعمل تثبيت للتطبيق بتاعنا كده. عم انتظر بس سواني الحين ما ننزل عشان انا هفتحوا لكم من البداية يعني عشان زي او الازونات وهوريكم ازاي تخصصوه وتفعلوه. بحيس ان هو يشتغل بكفاءة وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي ازاي ان هو مستحيل حد يفتح التطبيقات بتاعتك او البيانات او الدادة بتاعتك. وخلاص كده هو حاج مصغير يعني التطبيق مش كبير. اه واخد حوالي خمسة مليون اه تحميلة يعني يعني يعتبر ممتاز يعني فهو هنعمل فتح للتطبيق كده. تمام? نعمل موافقة ومتابعة. ندوس موافقة ومتابعة. نعمل رمز هو اول حاجة بيقولك على تعيين رمز البن. ده رمز يعني لازم تعمله في البداية كده عشان يبقى عليك كمرجعية لك انت برضو. يعني المفروض الرمز ما هتش يعرفه برضو اللي انت. آآ يعني هنفترض اي رقم يعني هو اتنين اربعة ستة ارقام يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خليها ايه ستة خمسات. هيطلب منك انك تعيده تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. انا باخد اي رقم يعني انت ممكن تعمل اي رقم انت عايز يعني. آآ هو حتى بيدي لك اشعار هوت بان انت ازاي هتشغل البرنامج. مدي لك هنا علامة عدم الافل دي. عدم الافل دي ان انت ايه يعني ده هو كده مفتوح. وبقول لك اضغط هنا الافل. فاحنا هنعمل كده. دي قدامه انه بقى كل التطبيقات يا جماعة بتاعتني. كله بما فيهم المعرض. والنظام والمفاتيح كل حاجة كتابة المغاية كل البرامج اللي عندك على جهازك تقدر تقفل. هي كلها دلوقتي باينة قدامك من علامة الافل انها مفتوحة. طيب. هناخد اي تطبيق مثلا وليكن الفيسبوك اهوة. هندوس على العلامة بتاعته اللي هي الافل المفتوح ده. هو بيطلب مننا ايزونات. هنعمل تمكين. هندوس تمكين كده. تمام? بيقول لك برضو هتجيب هتعمل السماء بيشرح لك ازاي تعمله تفعيل يعني. هتقول له فهمت. وندوس على اهوة. ونعمله السماح بتعقب الاستخدام. خلاص كده انت فاعلته. وتبدأ تعمل تمكين. تمام يا شباب بيفتح لنا الصفحة ديت اول ما تفتحها هتدور على حاجة اسمها الخدمات التي تم تثبتها يعني التطبيقات طبعا اللي انت الحاجة الخدمة اللي هي بتتقدم لك اللي انت لسا مثبتها جديد. باين عندنا هنا ان في خمس خدمات. بندوس عليها كده. نلاقي في حاجات مفاعلة وفي حاجات مش مفاعلة. هندور على اللي هو التطبيق بتاعنا. هتلاقي غير المفاعل هتدوس عليك كده. وتعمله تفعيل. هيطلب منك سماح. للشاشة والاجراءات والكلام ده كله تعمله سماح. اه طبعا هقول لها يدعم اللغة النظام الحالي هتقول له ماشي. تمام شغالها عادي على على اللغة الموجودة دلوقتي. كده هو عمل آآ قفل للتطبيق اللي هو الفيسبوك. لو جينا بقى نطلع دلوقتي من التطبيق ونيجي نفتح الفيسبوك هتلاقي طلع لنا التحقق من هويتك. باي شكل من الاشكال اللي يمكن حد هيعرف يفتح الفيسبوك بتاعك بدون ما تدوس البصمة بتاعتك. انا هدوس البصمة هوت. خلاص تم التحقق خلاص. تمام يا شباب فمرة تانية انا هاخر جوابات من التطبيق وهفتح تاني. لازم يطلب منك البصمة بتاعت ايديك. تم التحقق تمام? طيب نرجع تاني للبرنامج للتطبيق بتاعنا. عشان نكمل بقية الكلام اللي فيه دوت. عشان برضو اوضحنا كل حاجة حتى التطبيق عشان يتفتح. لازم تحقق من البصمة. ده اعلان يعني بيقول لك ان في حاجات مدفوعة كده عايزك تشترك فيها فاحنا هنسيبنا من المدفوع وخلينا في المجان. لو بصينا فوقنا هو تنلاقي قفل واحد من التطبيقات. يعني لو دوسنا على القيمة دي هتلاقي الحاجات هنا القيمة بالحاجات اللي انت قفلتها كلها. يعني هنا الفيسبوك كل احنا قفلناه. لو دوسنا عليه كده. لو دوسنا عليه كده. كده بنقفله وبنفتحه. تمام يا شباب? فده بالنسبة لنا هو ده التطبيق بتاع النهاردة اللي احنا حبيت ان انا اعرضه عليكو يعني حتى عندنا لو دوست عليه كده. تمام? هو خلاص كده راح بيقوم رايح مع التطبيقات اللي هي اه اللي انقفلت. عندك بقى دلوقتي تطبيقين اتنين مقفولين. قفل اتنين هو الستوديو والفيسبوك. وعليه بقى انت تقدر تعمل كل التطبيقات او كل الحاجات اللي انت عاوزها الواتساب الاستجرام الايم وكل البرامج اللي انت عايزها هي كده هو اعتبر مقفولة بالنسبة لك انا خرجت اللي وفتحت الاستوديو. هيطلب مني بصمة الصباح علشان بتاعتك علشان يفتح لك الاستوديو. تمام? ده طبعا تطبيق خرافي جدا بصراحة حبيت ان انا في ناس كانت طلبت مني ازاي ان انا نقفل التطبيقات بتاع الموبايل عشان التطفل وان الناس تتجسس علينا والكلام ده كله. فده يا جماعة فيديو النهاردة واتمنى ان هو يكون عجبكو. اه بشكركم واتمنى ان يبقى فيه حتى يعني ولو تعليق اه ازا كان التطبيق فعلا اه كويس او اعجبكو او ما عجبكوش عشان حتى ان نبقى عارفين يعني احنا بنقدم الحاجة بتنفع الناس ولا لا. اه بشكركم وان شاء الله التقي بكم مع الفيديو الجاي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.